اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان البحرين مستمرة في تعزيز تعاونها مع الدول الصديقة بما يسهم في فتح افاق جديدة لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ويحقق النماء والازهار بما يلبي التطلعات المنشودة مشيرا سموه الى ان المملكة تواصل نهجها الثابت في ترسيخ قيم التسامح والالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحتفاظ بعلاقات حقيقية مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي بما يدعم رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم بحضور سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية السفراء الجدد لمملكة البحرين المعينين لدى عدد من الدول الصديقة وهم سعادة السفير الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة السفير أحمد عبدالله الهرمسي الهاجري سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية اندونيسيا وسعادة السفير مون عباس محمود رضي سفيرة مملكة البحرين المعينة لدى مملكة تايلند وسعادة السفير الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين المعين لدى الجمهورية الفرنسية وسعادة السفير بدر عباس الحليبي سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية حيث هناهم سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم منوها سموه بجهود سفراء مملكة البحرين في تعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مختلف الدول بما يخدم المصالح المشتركة لافتا سموه إلى ما تقوم به البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الصديقة من دور كبير في دعم الصورة الحضارية لمملكة البحرين وتعزيز مكانة المملكة في مختلف المحافل الدولية والأقليمية من جانبهم عرب السفراء الجدد عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص على مواصلة تطوير مسيرة العلاقات مع مختلف الدول الصديقة في جميع القطاعات مؤكدين لسموه على تعزيز علاقات المملكة الدبلوماسية بما يلبي التطلعات المشتركة